قرر مجلس بنك المغرب المنعقد أمسي بالرباط الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3% وذلك مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب وذكر بنك المغرب في بلاغ له أن المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3% لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبالنسبة للتضخم المحلي أوضح بنك المغرب أنه بعد ذروة 10.1% المسجلة في فبراير 2023 انخلط معدل التضخم في الإخفاض ليعود إلى 3.4% في دجنبر منهيا بذلك سنة 2023 بمتوسط 6.1% بعد 6.6% في 2022 ويرتقب أن يواصل التباطؤ إلى 2.2% هذه السنة وإلى 2.4% السنة المقبلة